نروح لملف تاني وهي حنروح للتصنيف الأولمبي للجودو تحديدا تحدي الجودو المصري هنا حجز وده خبر حلو مقاعدين حتى الآن في أولمبيات باريس بالتوفير لكل لعبتنا بجد 20-24 حسب التصنيف اللاعبين المصريين هم أولا يوسري سامي لعبه انتخابنا اللي احتل المركز الـ 29 وبكده دخل ضمن كوتة التأهل من التصنيف العالمي بعد محقق إنجازات كانت محترمة جدا وكتيرة جدا خلال الفترة الأخيرة أبرزها برونزيت بطولة العالم للشباب وكمان لقب بطولة إفريقيا للشباب والكبار وأيضا الوصول للدور قبل النهائي من منافسات بطولة الجائزة الكبرى اللي كانت أقيمت مؤخرا في البرتغال طيب ده اللعب الأول اللعب المصري الثاني اسمه عمر الرملي وبالمناسبة هو عنده 19 سنة إدن هو كمان يتأهل من خلال الكوتة القرية كمان في فرصة للعب مصري الثالث أنه يتأهل نتمنى له كل التوفيق وهو محمد عبد الموجود فبالتوفيق لكل أبطالنا سعداء جدا نحن كل كام يوم بنسمع عن تأهل جديد لأبطال في رياضات مختلفة أتمنى وأعتقد كلنا بنأمل أن باريس 2024 تحمل المختلف بس المختلف بصورة إيجابية في عدد هنا حصدنا خلينا نقول بقى للذهبيات يا كريم للميدليات الذهبية ترجمة نانسي قنقر